بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو درس التاسع من دروس علوم القرآن وسنقف معه إن شاء الله أو فيه مع بيان أسماء القرآن الكريم بعد أن بينا تعريف القرآن الكريم وذكرنا شرح هذا التعريف في لقائين سابقين نذكر اليوم إن شاء الله أسماء القرآن الكريم هناك أمر ذكره أهل العلم ودل عليه الواقع وهو أن الأشياء العظيمة تكثر أسماؤها وأعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى فلله الأسماء الحسنى التي لا تحصى فالله سبحانه وتعالى أسماؤه كثيرة لا تحصى ولا يعلمها إلا هو وأما الحديث الذي ورد فيه بأن لله تسعة وتسعين أسما فليس معناه أن تحصر الأسماء في التسعة والتسعين وإنما معناه أن هذه الأسماء التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فأسماء الله لا تحصى لأن الله سبحانه وتعالى عظيم القرآن الكريم كلامه وهو عظيم ولا شك أنه أعظم كتاب ولذلك له أسماء كثيرة أو أسماء متعددة النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء الأشياء العظيمة عند العرب في الغالب يطلقون عليها عدة أسماء فالقرآن الكريم له أسماء كثيرة ذكرت في القرآن الكريم ولكن أشهر الأسماء التي سمي بها القرآن الكريم أربعة أسماء الإسم الأول القرآن والإسم الثاني الكتاب والإسم الثالث الفرقان والإسم الرابع الذكر فسمي القرآن بهذه الأسماء الأربعة وهي أشهر أسمائه لعلنا نقف مع هذه الأسماء من خلال ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف عندكم في كتاب علوم القرآن قال وقد سماه الله بأسماء كثيرة ومنها القرآن من الآيات التي ورد فيها ذكر القرآن قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وغير ذلك من الآيات وقد سمي أو هذا الإسم يعتبر أكثر الإسماء ذكرا في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة ذكر في القرآن الكريم قال الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال عز وجل ألف لا مراء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وآيات كثيرة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم طبعا المراجب القرآن هنا سورة الفاتحة والقرآن العظيم وقد ذكرنا لكم سابقا بأن القرآن يطلق على القرآن كله كما يطلق على بعضه وذكرنا لكم المراجب القرآن وأنه من قرأ والمراجب به أنه مقروء وأنه قارئ يعني جامع كما سيأتي بعد قليل الإسم الثاني من أسماء القرآن هو الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آيات كثيرة ورد يعني آيات متعددة طلبت من بعض الطلاب مرة أن يبحثوا في آيات القرآن عن أكثر اسم ورد في القرآن الكريم فلما بحثوا عن طريق محركات البحث وعن طريق بعض المعاجم والفهارس قالوا الكتاب ذكر مئات المرات وهذا صحيح نعم الكتاب ذكر مئات المرات لكنه المراد بالكتاب أشياء كثيرة يطلق الكتاب على التورا والإنجيل ويطلق الكتاب على لوح المحفوظ ويطلق الكتاب على كتاب الأعمال ويطلق الكتاب على أشياء لأنه من المشترك اللفظي الذي يطلق على أكثر من شيء أما ذكر القرآن باسم الكتاب فقد ذكر في مواضع معدودة وذكرت لكم بعضها ومنها قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى غير ذلك من الآيات هنا تنبيه على مسألة الجمع بين هذين الإسمين لأن هذين الإسمين هما أشهر أسماء القرآن الكريم ذكر الشيخ محمد عبدالله دراز الدكتور محمد عبدالله دراز في كتابه الرائع النافع المفيد النبأ العظيم وأنصحكم بهذا الكتاب العظيم الذي حلق فيه مؤلفه رحمه الله مع القرآن العظيم وأسرار إعجازه وروعة أسلوبه ونظمة في كلام يكتب بماء الذهب يجدر بكم أن تقرؤوه وأن ترجعوا إليه وبكل طالب علم ذكر في أثناء هذا الكتاب كلاما أقرأه عليكم لأهميته وهو يتعلق بتسمية القرآن بالقرآن والكتاب قال في سياق كلام الله هذا بيان لوجه الصلة فيهما بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه وهو مبني على ما اشتهر من استعمال القراءة في خصوص التلاوة وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق واستعمال الكتابة في خصوص الرسم وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط فإذا رجعنا إلى أصلهم الأصيل في اللغة وجدنا مادتي كتابة وقراءة تدوران على معنى الجمع والضم مطلقا وبلمح هذا الأصل الأول يكون كل واحد من اللقبين يعني القرآن والكتاب ملاحظا فيه وصف الجمع لأنه فيه الجمع الكتاب فيه الجمع لأنه كتب فيها الجمع وقرأ فيها الجمع إما على معنى اسم الفاعل أو على اسم المفعول طبعا القرآن جامع ومجموع وهو مكتوب كذلك فمعنى اسم الفاعل واسم المفعول وارد في القرآن الكريم ثم قال فيكون معناه الجامع أو المجموع وهذا اللقب وأرجو التنبؤ لهذا الكلام لا يعني فقط أن هذا المسمى جامع للسور والآيات أو أنه مجموع مجموع تلك مجموع تلك السور والآيات من حيث هي نصوص مؤلفة على صفحات القلوب يعني محفوظة أو من حيث هي منقوشة مصفوفة في الصحف والألواح أو من حيث هي أصوات مرتلة منظومة على الألسنة بل يعني شيئا أدق من ذلك كله وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني والحقائق أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني والحقائق وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام فإذا قلت الكتاب أو القرآن كنت كأنما قلت الكلام الجامع للعلوم أو العلوم المجموعة في كتاب الكلام الجامع للعلوم أو العلوم المجموعة في كتاب وهكذا وصفه الله تعالى إذ أخبر أنه إذ أخبر بأنه نزله تبيانا لكل شيء هذا كلام جميل وفيه إشارة إلى أن الجمع ليس معناه فقط الجمع من حيث القراءة والكتابة لا وإنما الجمع من حيث ما اجتمل عليه فهو جامع للعلوم أو العلوم كلها مجموعة فيه جامع اسم فاعل للعلوم العلوم مجموعة فيه اجتمل عليها وهذا مصطاق لقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء أمر آخر يتعلق بتسميته بالقرآن والكتاب أشار إليها أيضا محمد عبدالله در راز في هذا الكتاب النبأ العظيم ونقله منع القطان في مباحث في علوم القرآن يقول رحمه الله في كلام جميل روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسل كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه وفي تسميته بهذين الإسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند انتهى كلامه رحمه الله بقي من أسماء القرآن وهو الإسم الثالث الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذرا ومعنى أن القرآن فرقان أنه فرق بين الحق والباطل وفرق بين الخير والشر فالقرآن يفرق بين الأشياء ويضع كل شيء على حقيقته فالقرآن فرقان ومن كان عنده علم بالقرآن كان عنده فرقان كما أن التقوى فرقان يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان والقرآن فرقان لأنه يفرق بين النافع والضار بين الخير والشر ولذلك أعلم الناس وأدرى الناس بالحقائق هم أهل القرآن العالمون به العاملون به نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومن أسماء القرآن الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر من معانيه الموعظة صاد والقرآن ذي الذكر يعني أنه يذكر به فذكر بالقرآن ومن معاني الذكر الشرف لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ومن معاني الذكر الشيء الذي يذكر ويقرأ ويذكر فلا ينسى فالذكر هو القرآن إنا نحن نزلنا الذكر فيه تذكرة فيه ذكر فيه شرف فيه موعظة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذه الآية طبعا أصلا في حفظ القرآن وبعضهم يذكر بأن من أسمائه التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين وإن كان هذا الوصف يعني يصلح أن يكون وصفا لا أن يكون اسما هذا ما تيسر ذكره وإيراده في هذا اللقاء عن أسماء القرآن الكريم هذه أربعة أسماء هي أشهر الأسماء أسأل الله تعالى التوفيق للجميع والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر